دَيْنَقَ نُسَكَّ يَعِنْسُ نُبُورِ اللهُ الله دُونُ جَامُّ كُولَ مَاي اللهُ الله إن الصعب جداً أن نلقى الكلمات بعد أن أضاع الذهن بسحره وشعره غادرنا ليذهب إلى مُسابقة أمير الشُعراء فعاد سلطاناً للكلمة وملكاً فوق القصيدة لا تحتاج لمُسابقة أخي محمد فأنت متوجٌ بحب الناس إليك أنا فقط بعد التحية لكل من حضر ونخص بالذكر مُمثِّل السيد الرئيس ماكيسال مُستشاره الأمين والسفير الذي سبقني سفير وخادم الحرمين الشريفين ورئيس أخي فاضل رئيس نادي سنجال الأدب والثقافي الذي مُحمد الأمين أحد أعضائه وفرسانه وأُحيِّ أيضًا الاتحاد الوطن الجمعيات القرآنية وكلُّ الأئمة والمُعلمين والطلبة والشُعراء وأقول ثلاثة جُمل أولًا أتساءل لماذا حدود العالم العربي لم تصل إلى ما بعد كازامانس؟ لماذا السنجال التي هي عضو في منظمة الفرنكوفونية وشعبُها بجُلِّه يتكلم العربية ويحفظها لأنها لغة القرآن ولغة العقيدة وعقيدة القرآن في قلوبهم منذ الصغر لماذا لا نُعلِنُها أن تكون هذه الدولة وقد قيل لي أن في الماضي كانت السنجال مُرشَّحة لأن تكون دولةً من الدول العربية كجيبوت والصومال والسودان؟ لماذا تقف حدود المنطقة العربية عند موريتانيا؟ أنا أتساءل فقط المسألة الثانية وأقولها بكل صراحة اللغة العربية هي ليست لغة دخيلة هي لغة أصيلة ويا أخي محمد كنا نعتقد نحن السفراء سفراء تلك المنطقة أو تلك البلاد أن في السنجال مُجرَّد أولياء وأطقياء وأئمَّ صالحين وشيوخ طرق صفية مُعتدٌّ بهم لكن بعودتك وبمشاركتك أثبتت وأضفت إلى قموس هذه المعاني وهذه الصفات الجليلة التي تُكلِّل هذا البلد الكبير والصديق والشقيق أن في السنجال شعبٌ يجيد الشعر ليس فقط يُجيد الإمامة ويُجيد الصوفية والخطابة إنما أيضًا شعراءٌ الآن لا يحتاج السنجال لمن يُعلمه اللغة العربية ففيكم من يُعلم اللغة العربية والمسألة الثالثة وهو طلب خاص لأخي وشاعرنا المُلهم وبطلكم وبطلنا الوطني والقومي والمُسلم الذي نعتزُّ به ونعتزُّ به كفلسطينيين كما تعتزُّون به كسنجاليين طلب أنهي به كلمتي متى ستُحضِّر لنا قصيدةً عن القدس؟ نريدُّ أن نسمع منك ونقرأ لك قصيدةً عن قدس الأقداس أولى القبلتين ثاني المسجدين ثالث الحرمين الشريفين أرض الإسراء والمِعراج نريدُها راسِخةً في شعرك يا محمد وهذا ما أردت أن أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته